وإحنا النهاردة بعد 15 سنة الفيسبوك بقى هو ده حيله بتعتقدوا بعد 15 سنة تانين الناس ممكن تبقى عاملة زي على الفيسبوك حسب التوجيه يعني إحنا كلنا دلوقتي المناقشة في جميع الإعلام إن إحنا مش لازم كل حياتنا تبقى فيسبوك لازم يعني نطلع شوية ده مش مهم آه هو مهم في حاجات كتير بنعرف منها أخبار بنطمن بيها على صحابنا بنعرف منها صداقات كويسة بنتبع منها شغلنا لو شغلنا بيحتم علينا زي ده أنه هو من أكبر مواقع التواصل الإجتماعي بالضبط دلوقتي حتى كمان هو الشعبي هو جماهيري يعني كل فئات الشعب بتتعمل مع الفيسبوك أنا متوقع أنا بعد 15 سنة إحنا هنبقى عيدين في بيوتنا وبنشتغل في بيوتنا عن طريق الفيسبوك دي حاجة أجابية ولا سلبية طيبية أصلي خلالي بالنسبة لنا في مصر هي أجابية جدا طبعا هي أكفي أن أنت مش هتعاني في الطريق وانت رايحة الشغل من الزحام والمواصلات والتلوث وما إلى خلافه لكن طبعا لها سلبياتها وليها إيجابياتها مفيش حاجة لها سلبيات وبس أو إيجابيات وبس يعني هنفضل برضو ما بين السلبيات ما بين الإيجابيات آه مؤكد طبعا المجتمعات المتقدمة قدرت تتجاوز هذه السلبيات أكتر مننا نحن لسه شعوب بتتمرن على التكنولوجيا لحد دلوقتي خليني أقولك أن الحاجة عقبال ما بتوصل لنا هنا في مصر بيكون غير أن هناك عدى مرحلة الفرحة بإنشاء حاجة جديدة باستخدامها الغلط في بدء ويصلحه بزبط هل إحنا استخدمنا موقع التواصل الاجتماعي هنا في مصر أو في الوطن العربي ثقافتنا في استخدامه مختلفة عن ثقافة الغرب مؤكد إزاي؟ مختلفة تماما هديكي أمثلة كتير جدا زي ما قلنا من شوية أنه ثقافة السوشيال ميديا فيها السلبي وفيها الإيجابي هتلاقي على الفيسبوك ناس بتبتزك هتلاقي على الفيسبوك ناس بتتلعب بمشاعر ناس هتلاقي ناس بتعمل حالات من حالات اصدراء الأديان يعني فيه سلبيات على مستويات كتيرة جدا مش هنلقاها برا برا آه فيه سلبيات لكن الناس بقى أقلب كتير جدا مننا احنا أخذنا كل سلبيات الفيسبوك وتعملنا معها بشكل مختلف تماما أدملنا السلبيات قبل الإيجابيات قطاع كبير جدا جدا من الشباب يعني لكي أنت تخيالي أنه بعض المؤسسات رصدت مجموعة كبيرة جدا من الشباب في مصر على وجه التحديد بيعودوا على الفيسبوك أكتر من 12 ساعة آه ده الإدمان بقى ده الإدمان بقى يعني 12 ساعة إذا إحنا اليوم 24 ساعة بننام 8 ونعود على الفيسبوك 12 ساعة إمتى بنشتغل؟ إمتى بنذاكر؟ إمتى بنعود مع عائلتنا؟ إمتى بنتبادل الأراء والنقاش؟ إمتى بنروح نزور أهلينا؟ كل ده بيحصل إمتى؟ ترجمة نانسي قنقر